موسيقى بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بكم عزائي مشاهدي قناة الآل في برنامجكم مالك وكتابة الملك والأهلي والكتابة كل ما يكتب عنه خلافنا ليس مع الكاتب ولكن مع المكتوب ولكن عندما لا يمكن الفصل بين الكاتب والمكتوب فيصبح خلافنا مع الكاتب والمكتوب كما سيحدث اليوم وأحد المرات القليلة إبراهيم أهلا بك يا بشمعندس وأهلا بك أعزائي المشاهدين وموعد يتجدد معكم في لقاء الخميس من مالك وكتابة حلقة النهاردة حلقة ثرية جدا حلقة فيها ست موضوعات مهمة هذه أبرز عنوينها أهل الإنتاج والإنتاج الأهلي والصدارة والعشق الحلال قلنا كده قالوا اطلعوا من البلد الجبلاية ومجاملة الأهلي لو كنت ناسي أفكرك حكاية زهبية صنعت في مولد السيد البدوي ده العنوين الستة كل العالم العربي تواقل النتيجة للأسف صلاح لم يحقق الفوز بهذه الجائزة اللي ذهبت إلى لوكا مودريتش الكرواتي حصل على جيزة أحسن لعب في أوروبا لهذا الموسم صلاح جي في المركز الثالث بعد كريستان ورونالدو مودريتش أيضا فاز بجيزة أفضل لعب وسط رونالدو يا باش مهندس خاد جيزة أفضل مهاجم راموس خاد أحسن مدافع نفاس خاد أحسن حارس مرمى الديناميركية بيرنيل هاردر خادت جيزة أفضل لعبة وديفيد بيكهام نجم الكرة الإنجليزية المعتزل خاد جيزة رئيس الاتحاد الأوروبي ما رئيس الاتحاد الأوروبي لا خادت جيزة في جيزة شرفية باسم رئيس الاتحاد الأوروبي بصفة هي أهدئت إلى بيكهام يبدو أن جيزة تسويخية ورده هو أشك لعب هو مانيكان هو قيمة بيكهام لم تنفصل عن كونه نموذج ومانيكان ولكن كلاعب ما كانش لكن لعب كويس بس ما هوش يعني اللعب اللي يتوقف أمامه التاريخ محمد صلاحي يكفيه فخرا أن يقف في هذا المشهد ثالثا وهو ليس الأفضل في أي حاجة من دون ولكن لما تعجنوا كله في بعض طلع أفضل ثالث لعب إذن هو مميز في كل السفتاءات وإن لم يحصل على المركز الأول فيها نتيجة كنا نتمناها الحقيقة أفضل من كده بس منطقية في وجود رونالدو كريسيان ورونالدو اللي عمل موسم ولا أروع ومع هذا خدها مودريتش معه لأن مودريتش ختمها بأنه خد بإيد كرواتيا إلى النهائي وده لما يكون قيمة لعيب يقدر يعمل كده فهو خد عشان كده لما كانت كرواتيا وصلت النهائي ما كانتش حيوبة حتى في المشهد ده كنت هتلاقي ميسي بدل طيب بمناسبة صلاة عايزة أطمن حضراتكو أنه السحابة الشديدة أو اللي هبت على علاقته مع التحاض الكرة في الأيام الأخيرة تقريبا زالت تماما كل الأطراف هدية شوية التصرحات قلت خالص المخاوف كانت على أنه صلاح هيجي مباراة النيجر يوم 8 سبتمبر ولا مش هيجي الاتصالات اللي تمت بين الأطراف أكدت أنه صلاح جاي رغم أنه محاميه المثير للجدل والمشاكل رامي عباس كان نوه في الخطاب اللي فات أو بعد الاتصالات بعد كده معاه أنه الاتحاد المصري ما أختارش ليفربول في المعاد القانوني وبالتالي كان شاف فيه صعوبة هاتي أنه صلاح ييجي وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي أجرى اتصالات مع محمد صلاح وطبعا تواصل مع المهندس هاني أبو ريدا وتم الاتفاق على تزليل كل الخلافات حتى أنه اتحاد الكرة نفس يا باشموندس لما تكلم على المطالب اللي صلاح اتكلم عليها قال لك احنا كنا بصدد مراجعة الموقف الإداري بالكامل يا سيدي بصدد صدق ريمن نبي عشان مش كل مرة يحصل بس لها الحتة التجارية لأنه الحتة التجارية وله حتى تحت التجارية كل حاجة اتكلم فيها المحامي من حقه المحامي ولا صلاح هو صلاح مش بيتكلم لا اتكلم محامي وصلاح بيتكلم يقول بيعلق اللي عايزه هو المحامي صلاح مش هيتبرع أنه هو يصدد هو صلاح في مأزق صلاح النهاردة فيه حقوق وفيه محمد يخوفه وفيه environment أو بيئة في أوروبا بتضغط عليه وهو الراجل عايز يوقف يشوف حاله في أحسى اللاعب فهو يعني في كل الأحوال مضغوط علم كل الجوانب لكنه خلافي معه كان يجب أنه هو يشكم مدير أعماله أو المحامي بتاعه حيسميه زي ما يسميه أنك لا ما تتكلم مع مؤسسة مصرية تحدث باللي أنت عايزه ولكن في إطار الاحترام خلافنا معه في لغة الخطاب وليس في طلباته أنا قلت لك كل الطلبات معقولة معادة البوديجارد وأنا لما بقول معادة البوديجارد أو الحراس الشخصيين لأن أنا عندي فرقة أنت تتخيل أنا لو أنا طالع تصبح على خير أبو الصلح يروح هو داخل معاه 2 بوديجارد وأنا داخل على قط غلبان ونازل هو على الفطار سابه 2 بوديجارد وأنا قاعد لا يمكن العلاقة تتوازن وهو لازم محمد يدرك هذا إذا أردت أن تتميز فلتتميز ولكن ستنعزل داخل الفريق أنا خوفي أن محمد صلاح ينجرف مرة في مرة ينسى ينسى الميزات اللي كانت تحطاها ومخليها الناس كلها بتحبوا اللي هي التواضع أيوة التواضع وحب البلد لا تفقد هذه الميزة يا كابتن صلاح مهما عليت جورجوية لما احترم بلده احترمته صحيح صحيح إنما النهاردة حضرتك هتيجي تبعتلي وتقول لي قدامك أسبوع تردية تستقيله أنا مكنتش أتمنى إن الموقف ينتهي اللي باعتزار وإن دي طلبات غير قبل للتفاوض وطلبات غير قبل للتفاوض بعدين تقول لي حصل الاتصال وتلم أنا مش مش مرتاح كويس إنه تلم يعني إذا كان ده يعني في مصلحة مصر لكن أنا مش شايف إن ده في المصلحة لك أنا ينبغي أن يسبقوا اعتزار على هذا الخطاب والاتحاد بعد كده حقق له كل حاجة هذه الكمبرمايز عايز تعمل موقف متوازن اعتزارك وأنا حقق له كل حاجة لأنه كل اللي طلبته ده من حقك معدر بودي جاردز فأنا حديك كل اللي أنت عايزه لكن وإنت خبير تسويلا إنه الباقي ده كله تفاصيل شكليات حتى البودي جاردز والتصوير في الطيارة والصور اللي في الوتوغرافات والإمضاءات لا 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 ده حقه ماشي ماشي المشكلة الحقيقية فين اللي هو المحامي عايزها قال لك لازم أنتبقوا عارفين صلاح يصبح حي بالنسبة لكم أول ما صفرت لا أول ما صفرت الحكم تبدأ وينتهي مع صفرت النهائي هذا دي صيغة تعالي أوكي هو عايز يقول لك أنتو مالكوش أي حوق تجارية أو تسوقية واضحة واضحة مالكوش دعب محمد صلاح خالص طيب لحد التسعين دقيقة أنا بأجره لكم في التسعين دقيقة كاد يقول كده كويس هو صلاح ده بتاعنا أو بتاع صلاح بتاع مؤسسة محمد صلاح وبتاعة الاختزامات الأوروبية قال لك علاقتوا بكم علاقة كرة قدم في التسعين دقيقة في التسعين دقيقة حتى في التدريب يعمل اللي هو عايزه قال لك ما حدش يصوره ما حدش يتعمل طبعا منازل له صور أنه هو في صحابه كانوا معاه في الأوضة في الفندق يعني إذن صلاح نفسه كإنسان ما تقدرش تفصله عنه أنه هو يبقى طب أنا خلينا أقول لك بس النقطة اللي هي هتعمل للأزمة اللي جاية لأنه المحامي تقريبا بيرتب الأوضاع التجارية بنفس الطريقة اللي تمت بها سعة أزمة الطيارة قبل كسل عالم فهو عايز يوجد صيغة جديدة تضمن هذه الحقوق فلما بعت الجواب ده عمل التحبيشة بتاعة الحراسة والصور وكان لكل وجاء عنده النقطة التجارية قال لك لازم أن يبقى معلوم بالنسبة لك ممنوع استخدام صلاح وصور وتسويقه في أي حاجة الصيغة معلوم منابلة أستاذ بريم أعسى كما بتكرر رح أقولها شوف ما تقولي معلوم بالنسبة لك هو يقدر يبقى تجابه طريقة تانية نحيط سياداتكم علمة أن كل الحقوق التجارية باستثناء تسعين دقيقة هي ملكي لمحمد صلاح هذه صيغة توصلوا للي هو عايزه بأدب ده إذا كان حقيقي تحاد الكرة هاني أبريدة مع الفيفا حصل على تفسير قاطع للمواد اللي ضامن حقوقه الصورة بالنسبة للاعبة المنتخبات اللعب طالما بيرتدي تيشيرت المنتخب بتاع بلده تسويقيا خلال فترة وجوده مع منتخب بلده حتى لو تعارض الرعاة بتوع منتخب بلده مع الرعاة بتوعه هي بص مش هنوصل يعني بص تفاصيل العلاقة التجارية لا تناقش في برنامج إنما يتناقش بين خبراء هنا وهناك ويتعامل عقد عقد إدارة حقوق الصورة لللاعب محمد صلاح منذ توجوده في المنتخب طب والسؤال المنطقي النهاردة الجهاز الفني المنتخب واخد 13 لعب محترف يعني في كل لعبة دول عندهم حقوق كلهم هو عقد واحد بنسبة مختلفة لا الحقوق واحدة بس الحقوق هلا تبقى أكتر من هنا بحاجة حاجة من كل لعب لكن أنت الحقوق واحدة مش هيتفصل لكل لعب لايحة إذن اللي مطلوب حاسمه النقطة التمييز اللي يبقى فيه صلاح له حراسة خاصة وغيره دي مش للصلاح حتى مستوى أداء الفريق يا ربي دهاله بس عيونه غلط ده غلط وعلى فكرة حتى الاتحاد مش هيعملها لحد بعينه يعني هو هو ممكن يعمل بودي جارد للفريق للفريق بالضبط الفريق يتحرك مع بودي جارد وحراسة يروح ويرجع بيهم أو في المضايقات أنا معك 100% لكن أخذ لعيب يمشي مالك والباقي مش كتابة حتى ماينفعش صحيح ماينفعش يا أستاذ برايز صحيح التمييز في يوم لا التمييز التمييز أن تمييز نفسك قد نميزك وإحنا نزلين مرة في الانتخابات حدث حدث خلاف مع شخصية مرموخة جدا أنه أنا معاكو بس قلولي وضع حيكوني جوه المجلس فقلت له حيبقى كذا يا دكتور ما تستنى بقى متعودش مش مهم دلوقتي تفصل لي خلينا نتكلم في المبدأ يا أبراهيم بس عشان المشايد ما تهش مننا مش مهم توصل لي مين هو ده إنما إيه هي إيه هي الحكاية الحكاية إنك إنت كان رديل قاتي تريد أن تكون النائب المجلس كلنا متفقين عليك لكن لو طلبتها كلنا حنزعل إنك إنت طلبتها صحيح ومش عايزين نندهج إنه مهيزت نفسك لإنك إنت حطيت نفسك فوقين لكن إحنا لما نقولك تفضل تصدر المشهد ده يبقى تفضلاً ولأن تقول لنا أنا ممتن إنكم فضلتوني على نفسكم شوف الإعلاقة تبقى جميلة إزاي لكن إما تقول بشرط إن أنتو تيجوا وتقفوا هرايا في الطبور لا ما ينفعش الكلام بيبقى كده إذا كنا عايزين حلقات تنجح والأهلي الأهلي إيه روح الفريق بتاعه أنت عارف لما كابتن حسام غالي كسب أفضل لاعب في مبورات السوبر الجايزات وزعت على الفريق طبعاً هجايزة بتاعته وبإسمه ومش هو للنادي اللي اختار ولا هو اللي اختار ده فيه لجنة قالت له أنت أفضل لاعب يضعته مبلغ أي كان كبير وصغير وهذا كان حرص الكابتن حسن حمدي وكابتن صالح دائماً عندما كان يحدث أن حد ياخد حاجة جايزة جاه واحد جاه واحد على فكرة من الزمان كان بيحصل تبرع من رجال الأعمال بالفلوس للفريق وكان يجو للكابتن مبلغ كذا ويجو يقول إده فلان كذا فكان فلان ده يقول لهم حطوه على البول عشان ما فيش حدي نفس على حد لأن أنا وأنا في الملعب محتاج لكل زمالي طبعاً أنا نجم النجوم بس محتاج لزمالي ما بتلعبش تينس يعني فأنا حرسي على صلاح في الزاوية دي لأن أنا أخشى لو خرج منتصراً كما سوف يصور له وكيل أعماله ما أتعرفش تقدر عليه ولا حيقدر على نفسه فهم زي الله ما قيني شر نفسي أيها هذا دعاء دعاء المحبب قيني شر نفسي ما صدقش أن أنا كذا ما صدقش أن أنا كذا لو حد قال لي إيه أعمل أعمل معروف واخد بالك فليكن تقدير الآخرين في أعينهم ولكن ليس أن أشعر أنا به هذا ما أتمناه للاعب كنت أراه وده حقيق قضوة التي يجب أن يتأسى بها شبابنا لكن لو شبابنا حيبتدي يتأسى أن نتكلم في الحقوق ويبعث لنا ناس يشلق لنا لا بنقصك إحنا عايزينك يا صلاح زي ما شفناك وحبناك وعايزينك بتحب مصر وعايزينك لما حد يتجرأ على مؤسسة كلنا لنا عدم قناعات في حاجات كتير فيها ولكن إذا حد خدشها ندافع عنها دفاع عن مستمتة لأنه دفاع عن كيان مصري بالزبط ولذلك حتى في مباراة السوبر اللي محيارانا أنا محيارنا أكتر مقفل التحاد المصري طلع آل كلام هو كلام ده بيعبر عن إرادتك ورأيك دافع عنه تطلع تقول لا والله ده يعبر عن رأينا وإحنا مش مهتمين نقولك شكرا يبقى دي مباراة دي واطلع إعلن دي مباراة دي لكن يزجب اسمك إنك إنت موافع على الكلام ده على عكس ما أعلنت مرضى هلكش يا اتحاد الكرة المصري مرضى هلكش وأنا بدافع عنك عشان عايزة أشوفك كده عايزة أشوفك قوي عايزة أشوفك أنت أساسا لما تتكلم الناس يسمع أنت أقدم اتحاد في المنطقة ما ينفعش لما تتكلم الناس ده أخوذك بخفة ويطلع كل واحد يقولك أسل فلان طلع آل أسل فلان طلع مش فلان بدأم طلع آل تقرر يبقى ده قرار اتحاد مش فلان إذا كان فلان ده تصرع وأعلى من نفسه فليو حاسب يا جماعة نضبط الأداء عشان نقدر نوصل لنتائج صحيح يعني محدش يزعل ومحدش أنا بقول جوابت اللي تنجح أي عمل طيب